قبل الاخبار التسعة متاع الصباح وكنتوا تابعتوا معنا اللي قالوا الدكتور الهيشمي الوزير خلنا نعطيه بعض النقاط اللي نحكيو عليهم بالتحليل مع صوفي الفرحات ومعادة الشريف. دونك مواسطة الجريت المعمول بها. مهم برشة انه ناخدوا معلومات زادة على الفيروس الجديد. دونك السلالة الجديدة. دونك جيت بعض تغيرات بعض التطور وكانت فهمة انتشار متاعه كبير برشة. عنده خاصية جديدة انه انتشار متاعه كبير. دونك العدوى اكثر لمرضة ذاية. مش اختار. ما فهماش تغيرات دونك اه للأعراض اللي موجودة عند الكورونا. نجاعة التلقيحة جديدة زادة هي مع الفيروس الكورونا القديم. دونك الهنين نحكيو على المناعة الناجعة حسب اللي قالوا دكتور الهيشمي الوزير. حش ما شو اسمعناه دكتور الهيشمي الوزير انه تقريبا يلزم الحكومة اه تبع. وتكون حذرة في التعامل في الفترة القادمة بعد الارتفاع الاخير اه للاصابات في الايام الاربع والخمسة ايام اللي يتعديوا. اذا حسب دكتور الهيشمي الوزير ينصور كل قدامه. وعنده الارقام الكل واكيد هم مختصين وعندهم بيعرفوا الاستماسيون وشو تنجم تصير. اه تقريبا شفنا في اطار المقارنة مع البلدان الاخرين انه اه اغلب بلدان ساكرت مات تونس متنجمش تخرج عن عن التوجه الكامل. ما ناشبش نساكره لكن على الاقل نحافظه على نفس الاجراءات. هذي تعرف اندي كل الاعياد والمناسبات اللي تكون فيها اكثر التقاءات واكثر اه معناها. تجمعات. تجمعات واقترابات وسفروا خاصة اه معناها اي جماعة تونس يمشيوا النابل وجماعة نابل مشيوا سوسا وجماعة سوسا يمشيوا الزوين معناها فهمت نقصد التناقلات هذيك هذيك اللي التعب وتصعب التراسابيلتي بالنسبة المختصين والاطباء الى غير ذلك معناها وتساهم خاصة في اه مزيد من الانتشار متر العدو. تقريبا احنا اه يلزمنا نضحيه بالاحتفالات ترأس. اه سنة من من كنو من غمروش اه بصراحة ويزم دولة تاخد اجرائيات بصورة اولا تاخد اجرائيات اه ثانيا توصل الصورة كيما يلزم للمواطن خاصة تبعز لمساج اه واضحين وسامبل وافيكاس. ما غير ما ما نتقويه برشا على اللغة ولا نعطيه اجرائيات اه واضحة ومعناها بسيطة اه اللي هي سهلة تطبيقها ومن بنهاربو على الضبابية ونكونوا كل شيء واضح ونعطيه اليوم الاجرائات والعشية الاعضاء الحكومة الناس المختصين يخرجوا في وسائل الاعلام ويبدأوا يوصلوا اه في المعلومة ويفسروا اكثر اه ما يمكن شوفنا المنهجية تقريبا ممتازة بتاع اه دكتور هايشميل الوزير اللي حاول يبسط كما يلزم بيع عنده تحفظات من جانبش تكلم وسيد وزير الصحة اه ان شاء الله اه اليوم يكون اضيفنا واضيف الميديميد ان شاء الله هو يعطي التوصيات ولا يعطي التفسيرات اللازمة بطبيعة اضافة انه اه الرئيس الحكومة اذا كان فهم اجرائات كبيرة اخرى تتجاوز الى وزارة الصحة اي مسايلش اه يخرجوا يقول لنا ولا حد من مستشاريه يزيدوا واضحنا المسألة هذي في الوقت هذة في التايمينك يلزم يكون مناسب باش الناس تفهم رواحها تعرف لو ناس تاعبها وتقريب صغارة وكل شاي وجاي صلاحة من حق الناس تتفرهد رواحة ما تتفرهد لكن كي نعاونوهم احنا بالاجرائات ونعطيهم بش يعرف كيفية شي القاسيغة اللي بتشارهد فيها هو وما يضرش غيره وما يضرش روحه بتبع. نعطيه موعد ورانديوو للعباد ياسمون اليوم ميديميد بش يعرفوا اكثر اه اجرائات وشنون بش يتحكيه صوتو على الجانب الصحي في اه بلادنا. اه اه جزتما مش تحكيول هنا على الخطة الاتصالية اليوم معلمنا فيروس الكورونا انه اذا يكون الاتصالية نكونوا اه واضحين اه وتوصل للمعلومة اه نربحوا برشا حاجة. اه خلينا قبل كل شاي نقول اه وانو نجمو نحتفلو بلاصل عام في ديالة. طبعا. مش ما نجمو يحتفلو ثمانية يحتفلو البلاء. في وطل ثمانية نجمو يحتفلو زادة. لكن توا يتخذوا اجراءات دائما متع التباع الاجتماعي اوهل. ثانيا الدكتور هاشمي لوزير يعني قامة معترف بها دوليا وكونيا وانسان يتابع على مستوى دولي. لحظة بلحظة اه المستجدات ويعملوا رقاءات اه دولية باش يشوفوا في برسالة في مناسق العالم هو من الناس المعتمدين في تونس كمرجع. اه حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية او اه جمعيات طبية او جمعيات متاع ابحاث او اه معناها اه السايداليات المركزية متاع عديد اه البلدان. وبالتالي هو اللي يقولوا اه وانو اه الحكومة اكيد بيش تستجيب لي اه طلبات اللجنة العلمية. ويقول كذلك انو لحظنا في الايام الاخيلة تساعد وطير الاصابات في تونس والاموات. لنك اه كما قلتك بك الا هو ان دون دوسي انها تطلع انها التهبب. لك في الايام الاخيلة عرف فيما لحظة صعدة. اه شما زال الاصلعام ما زالوا اقل من عاشها يام. يعني جمعة اه تقريبا. ويدخل الناس في الاسبوع متاع الاصلعام اللي هو جمعة جاية كان عشنا. اه معناها جمعة وسبت واحد معناها اه يمكن الافضل وانو ميخرجوش ياسر العبيد ديمة للون ويكاند قد ما تقعد في الدال ولا تخرج للطبيعة تحوص على الشتيتر وتحوص في جبل ولا حالة تعمل عن دون الخير ما يتبش تقعد في قهوة وفي مدن. بانسويل هذا فيه خسار كبيرة بالنسبة لعديد الصناعات وخاصة الغذائية والاحتفالية وكذلك العمال الفنية. تم الناس اللي بتاعهم في الاسبوع عام يغنيوا اه يعملوا اه معناها عروض اه فرجة اه معهم ناس يخدموا وثمه كذلك اما يسمى بي اه المتعاملين بصفة عرضية مع الفرجة اللي هما تقنيم اه معناها خدمتهم زلا مع هذو مليانو الفرجة هي صوت وصورة فمتني. اه صوت وتوذيب اه عضواء فمتني. دوك الحق اه اللي نجموا نقولوا اليوم اه لاحظنا وانا وطيلة المعلومات في وسائل اللي عليهم خاصة كما التلفزة الوطنية اللي عندها نسب كبيرة من المشاهدة في فترات معينة من الليل خاصة مع الاخبار ولحوال الجوية نقصت. هذي اللي حظينو نقصت. والاسبوتات حتى في الاذاعات نقصوا مش كما وقت الحملة اللولى. الان يلجم اه كذلك نعود نذكره العباد. عليش على خاطر. معناها سمى تراخي في التعامل اه معا مثالا النقل بين الولايات. بين سويل ما تنجمش توقف التجارة ما تنجمش توقف الصلاحة هذو كمستفنين العباد اللي عنده خدمة بشهزة سلعة متاعه منشد ابو زيد. اللي اه السوق المركزية في سوسا ولا في سفاقس ولا في تونس ولا في اه منطقة اخرى. اه ويخج عقاب الليل اه اه ولا في اول الليل بشيخلت في الفجر للمرشدو غرو ولا حاجة اه معناها هذوك ما يوقفوش الامنيين عالتا ولا بعض مهنة الطبية وشبه الطبية وغيرو. لكن يزم يفهموا التونسا وانو احنا في مرحلة نجم مثال ناخدو احنا بالجزائر. الجزائر تأخذت اجلاءات كانت مبوءة اكثر منها تولت مبوءة اقل منها الجزائر. لكن جزائر مثال والمغرب عارفوا مشكلة وقت العيد الصغير كانت الذكرة. ايسا. اللي خليوا الناس يتنقلوا اه بين الولايات وغيرو. بلدك الجزائر فيها 43 مليون اه مواطن. المغرب تقريبا كيف كيف في فوتو 40 مليون. يعني اه سما التنقلات كبرى خليتوا انو وقتها من بعد 15 يوم عارفوا اه طفرة كبيرة في تطور الاصابات وتطور عدد الاموات اللي يرحمهم. دونك اليوم احنا يجب نفهموا وانو يحب يحتفل يحب يقل مع اصدقاء ويحب يهدي حاجة لخطيبتو. موسم هو يعتبر موسم ملء موسم من الموسم. انا من الصغير نعرف يحتفلو الناس بلس العام. لكن مثال سان فالنتان مكنوش يحتفلو بيها طوالي يحتفلو بيها. وسمى ميسلم بتاع سان فالنتان. ولي باعوا يصد كدوات في سان ولي باعوا يعملوا حتى اه شوكولاتة وحاجات في شكل قلوب. يعني شفتوا ان سمى تطورات للمجتمع. وتطورات الاحتفالية. وتطورات كذلك للعلاقات اه الحميمية. اه. هي الكلها مسألة حميمية. يعني تعدي انتي الاصلاعام مع اصدقائك العيد. اليوم نجب نقعد في ديارنا. نقوم بهذا. لكن هيدا ما يعنيشي. وانو اه ما زلنا مش احنا اللي نقرروا الحكومة اللي يتقرر. اه لكن كذلك الحكومة يجب اه تعاود انا في لي. في الفترة هادي من هنا الخمسة الجنفي. تعاود اه تذكر فينا ذكره تنفعه المؤمنين. اه تعمل اه معناها عملية تحسيسية عبر اه ومضات. الومضات تحسيسية في اليداعات في التلفز في الجرائد. كذلك عليش ليه في اه الطرقات وغيره. اي مو برشا سهير. لزافيش. وقبل منها تلون ديسامبر. ثم الناس يسمحوا لهم بشين تنقلوا الى جهات المحاجات كيما هكا. لونك يعمل لزافيش كيما قلت وغيره. وآآ كذلك وسائل الاعلام. اذا ما مايشي باش تقول لك ليه خلصني مسائل كيهاكا. هادي مسائل حياتية انش كل تحط يدها معناها في المهمة هذي. اليوم بكل صراحة اه يزم نفهموا انو الوضع مازال ختيل. احنا لانو تعيشها مش كيما في مارس افريل كيما تو. انا ذكر في مارس افريل نخرج ونمشيروا بين نابل والحمامات كانت مدينة شباح. والبعض المحلات المحلولة كلها جفال ونس كل خايفة. وين تدخل الناس متواجسة منك. توا كلي كينا استنسنا الى حدا ما لكن رغم هذا آآ ثمى اجديات في عدد الاليصابات والاموات بشكل مطرد. آآ ان شاء الله الحكومة تفهم هذا وتتخذ اجراءات. اللي قالوا سلاش فيلوزيل هو انو سرعة تنتشار اكبر لكن الان اغلب المؤسلات تدل وانو التفكيح الاول اللي تعمل على الفيلوز في سيخته الاولى آآ يمكن يكون آآ اكيد بش يكون نفع. هذا حسب معنا ثمانية في المية من التواجهات آآ ويقول كذلك وانو آآ سرعة الاجيشار آآ لا يزدى آآ معطا اكيد آآ ومتفاهمي فيه. معلنا كان السرعة العمومية تقوم بدورها. اللجنة العلمية وسائل الاعلام آآ وسائل الاتصال. استغلال ما تشوها تكورا مثلا تتعدى الناس تتبع اليوم في الكورة آآ في الميتان ولا قبل ما تشو بعده آآ وقت آآ قبل صلاة الجمعة لتتعدى في تلفزة. قبل آآ نشرة الخبار اليومية مثال في التلفزة الوطنية. وحتى الوصيل العلمي الخاصة معناها اللي عندها نسبة كبيرة من المشاهدة. حط الوطنية اثنين أوكي عاودوا في المسلسلات والناس كل تتخرج. ولا عمشي قبل السموية عادي حاجة كما هكا. ولا خطاب على البيب اللي عديه المرع مينة عشرين مثال. عديه قبل خطابة. ليس حفظوها الحكاية. دوك اعمل حاجات كما هكا. هذي الحق مش يكون عندو حق تدعيات. ان شاء الله ما يتواصلش اكثر عليش على خطر من جانبي الناس تخرج من رمضان. سمى ميس لانتاع رمضان. للفرجة. للاحتفالية. للمسلسلات. للمعنيها. لتلفز. يعني رمضان زادة موسم كبير من اكبر ريس وفكتونش. احنا عنا سيدي رمضان عيد صغير وعيد كبير خاصة هذوما الموسم الكبرى يدخل معهم كذلك احتفالات براس العام. الراس العام العجمي. اه اه كذلك اه نحتفل بالمولد اه النبوي. اليوم اه بصراحة الكورة عند هذه الحكومة. كيبا قال لك معاذ ما تشفلت في ياسر. هو احسن كلامي ما كان قليل هو يغنيك عنك كثيره ومعناه في ظاهل لفظه. انا واحنا العرب كنحبوا من هادزوش ياسر من هادزوش. احنا معلقات اه اش 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 اعمر القيس. امر القيس. قل فانبكي من ذك الحبيب المنزلي. خمسة كلمات فيها واقفة واستوقفة وبكاء واستبكة وذكاء للحبيبة والمنزلة. معناها تنجم تكون اه اه تعطي مساجات بهية وتعطي مساجات ايجابية. التلمدة والطلبة والاخشاش الوهلو بشيخ الجلو. لانه سماعه طل. اه انجان عمره اه عمره اه عمره اربعتاش خمترة سنة تلقاها كيجن الحكم هاد كمن هو يجري هاو خلز الشرع هاو لعب مع صحابه هاو مشي هاو جاي عنده تاقات كبيرة يستغلها نحاوله احنا نفهموه انه اليوم نتخذ معهم اجراءات زينا نقوله رد بالك اه اذا كان مسا ماشي اه اه لجريب اغلاو تنجم تجي لانزا وتخلط الامور. لانك يقوله الفروح يعني سبق اجراءات اه قبل احنا تاوا يميسيون كيما الدكتور حكيم. غري خلق العادة ودكتور حكيم اخذها زمين عبدالقادر حميم ده عم تسعر صبعين طوى متواصلة. اه. وقفة مده وطوى لجهة. عملها قبله شخصي خلق ذا عليا. الدكتور حكيم كلمتين. يعني في عشرة ثواني يقول حاجية تفعل موت. اللي عنده السكر. اللي عنده غلظة دم. بلغة بسيطة برش. بسيطة. فهمت كيفيش. اه معناها عبدالقادر حي من استاذ فيه مع صحافة كان من على شي طوى يمكن. انت قاعد. عبدالقادر اه اي. انت قاعد نعفونا اكبر مني هو كان استاذ الجميع. دونك نعرفهم ليه اه وخدم زده في الخليج مده وشي. نمشيه بالطرق هذي. ولا دكتور حكيم اه كيف هو ولا هو. يعمل عديد لوام ذات. وخاصة ان هو معناها كان يجلس مع عديد الاشخاص. ويقعد مع يسر اعباد. ويخذوا معين اعتبار المعطيات متع المجتمع اه التونسي وغيره. لآآ توصيل آآ الرسالة وللتوصيل كذلك المفهوم المفاهيم. هاي مجموعة من الافكار. ان شاء الله تكون آآ. ان شاء الله. شوف. والله بصراحة نشوف القنوات المصرية. شوف القنوات الفرنسية. حتى القنوات آآ ايطالية شوية. نشوف المساج اللي يعملوهم متى التوعية والتحذير وبش فهمت معناتها مساجات كان بسامبل بساط مخدمين على قاعدة. آآ اذا كان نحنا ما نعرفوش ولا من اني متأكد اللي نحنا نعرفوه نقلو. مدام منفعة الناس. اذا كان ما نحبوش نخدموه. نقلو. خاطر بصراحة فهم مؤسسات في تونس. خاصة مؤسسات وطنية. وقاعدين احنا ندفعولها من فاتورة الضو وفاتورة المية وندفعولها من الضرائب متاعنا. وقاعدين نرجل على رجل. ماذا بنا هيخد مهمة وينجوا بصراحة لانو مش معقول مش نبقاه هكا. مينجموش يعطيه ليبوات تو تخدم. خاطر آآ معدها يلزم ارادة سياسية في المسألة هذه لانو مش معقول انو نبقاه تقريبا القنامات الوحيدة اللي فيها اقل مساجات انتا توا يراه وشوف والله شوف الاسبوت في مصر. مصر دولة عظمى. كل شي مشو فيه جس كوبو. الفقرة بشو فيه جس كوبو. اي. السلطة بشوفها جس كوبو. القبعة مشو فيه جس كوبو. اي. 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 ريس يعني يكاد يكون فرعونان. لكن عن مستوى الاتصالي. مصر بصراحة يخدم في اشياء على سنوات جاية. احنا ش قاعدين نخدم على مؤتمر مثل الدولة بالفرامان. عين. في generale اعيز الدولة بتعمله في الغربة المتواخر عام عام الفين والو حتي. ولو الحدي الان بشي حي جيو لي Liو تطهي الله. يبدأوا يحضروا في الواحل. عشjo عاملين بالإجزامبل لبنائة كوبرة. السنة بالإجزامبل عام آآ 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 واحد الفين واحد وعدوع عشانين لعنى آآ معناها آآ ذكرى معناها الآفية لآآ تأسيس آآ مدينة آآ مدينة آآ المهدية. الفومية عام 921 تبنيت مدينة المهدي شامن اللي تنجم تعمل منها معناها حاجة خلق العادة الكونية الدولية كان فيها معناها القاضي النعمان وكان فيها جوهر السقلي وكان فيها تنجم تعمل حاجات لو ليجان تاوي بتاع توليزم ايكولوجيك تاوي هذي بش يخدم معناها سياحة ثقافية سياحة الحضارات سياحة معناها الثقافات والتساقف بين الشعوب فما دينيش تاوي تخدم عليها للمستقبل لو تاوي تخسرك ان بعد تربح الان انسانية تعادلت الحروب عالمية احنا والدين نحكيونا كيفاش هربوا هما صغار مشاول الحمم لنف من تونس وقتها الالمان والفرانسيس يتذاربوا في تونس تعارقوا ويقصوا منها في مدينة تونس بالقنابل هربوا نسكول الحمم لنف عنا شكون مسكينة عملها لسقي فيه ومرضوا تسقوا وصار فيه بثار يعني عارفوا الناس مصائب حرب على مين ثانية مات وفيه خمسي مليون لكن الانسانية تعافات تعافيت يعني ديما تلقى طريقة لاعادة الانتشار الانسان الذكي تاوي عندك الحاج فيسبوك وعندك الحاج جوجل وعندك الوسائل الاتصال هذي البديلة تستغلها في الجانب الايجابي كنا بكلي نحكيو على المصائب نحفو استغلوها كان في الجانب الخيب توا أخوانا في توزر اللي عملوا تحركات الجماعة من بعد هما نفسهم التلسقية فاقوا البرع بعد التكسير والحرق والنهب اللي وقاع لبعض المغازات الكبرى خرجوا وعملوا معناها حفلوا وهزيجوا طبالوا وذكاروا وقالوا لحنا لانا نستقبلوا خطما سياحة تبشي فحراوية وسياحة بالنسبة لأس العام تبشي لمنطقة الجنوب الغربي يقبل لي وتوزر وغيره يعني فهموا أنه يزم تعطي حاجة الطمن فهمني قالوا ربي قالني كيف تحيي الماضي تقالوا ولمتهم قال لا بلاء ولكن لي اطبع أنه قلبي اطبع أنه القلوب هي أهم حاجة واضح وقلب المو من خبيره وكما نقوله ومشاء الله تتعدى على خير أنا بالنسبة لي هذي الحكومة نختم بهذا إذا كان بش تتخذ إجراءات يا أخوية اتخذ إجراءات راديكالية قول الإجراءات هذي بش نمشي فيها حتى في خمستاز جانبي خاطر جاي ناري معتاز جانبي فهمت؟ مم. معناها يجبك تعرف كيفاش تعمل لكن كذلك مع احترام حق الناس آآ في التظاهر ولا حق الناس في التعبيل عن أنا راهم بمناسبة ذكرة معناها العاشرة لي صورك عشرة ديسمبر آآ الفين وعشرة أربعة عشرة جانبي الفين وحدش منتوى حلو روحك ما تقول لي تسهل الله قلت لي قولك شار في آآ عشرة ديسمبر يشوفها السياسيين بلا مواطنين فلعوا شوية لعمل المواطنين يشوفها مواطنين بلا سياسيين خافوا السياسيين بش بش المواطنين احنا ماذا بينا تقيق على اللحمة لكن بطرق ذكية وبطرق. ثم معلومة حبش ننساها البرح قلت لك سوفياني اللي آآ ذارة ف يستغل فيها منتوى معنى بش تصير ثلاثة سنين القدام يظهر لي آآ في معنى بش يستغلوا بلا سوين الهرامات بش عملوا فيها الظهرة معنى بش رصد الظهرة الفلكية هذي ولي بش يستغلوا فيها العالم معنى منتوى يحضروا في حكاية بش تصير ثلاثة سنين. اذا كان قلنا بكري احنا من اللول قلنا الحكم والاسر سلافة. واضح. شوية آخر آآ آآ ميساج من عند معادل شريف بعدها نختموا بآخر فقراتنا ونكتشفوا الغنية والحكاية اللي اخت اشتركوا في القناة